من سنتين كانت الصورة واضحة ما كان فيه معع وضد ووجهات نظر ما كان فيه مؤامرات وتعقيدات كنا كلنا منعرف شو صار ولاش صار وسبب مين بس الوقت حليف النظام صار مارق سنتين والصورة اللي كانت واضحة صارت باهدة مغبشة غامضة بارك لأنه صار كتير اشياء من وقته وما بقى قادرين نلحق بارك لأنه أربع قاب هي مجزرة ضمن حرب مستمرة بارك بيه بساطة لأنه لازم ننسى لنكمل حياتنا بنفس الوقت فيه شي بيقلنا أنه لازم ما ننسى لازم نظلم تمسكين بوضوح بهالصورة بأربع قاب لازم نتذكر الانفجار هيك فكرنا بلا ما نفكر لحد ما حدا سأل ليش؟ شو اللي بعت فينا نقوله عن هالنهار وبعد ما نقال؟ أنه النظام تسبب بتفجير 300 ألف بيت وقتل أكتر من 220 شخص؟ أنه بعد أربع تيام بس قوص على الناجين برصاص الحي؟ أنه الإفلات من العقاب هو مش بس نتيجة الجريمة بس أحد أهم أسبابه؟ أنه انضربوا عيال الضحايا واعتقلون وهددون وعملوا حرب أهلية صغيرة ليشيلوا قادة وأنه هن أصلا مجرمين حرب أهلية وسارقين مصرياتنا وبعمره ما حدا منهم انتعاقب؟ بعد فيه حدا ما بيعرف هالشي؟ نحن بنعرف وهن بيعرفوا وهن بيعرفوا كمان أنه قدما كبرة الجريمة رح يضال فيه طريقة ليتفادوا العقاب ليش بننذكر بعد بهالحقايق بهالنهار بالذات إذا الكل بيعرفون قدما نجرب ننساه قدما هن يجربوا ينفوا ما بدنا نخلق تاريخ جديد على الرزنامة لمناسبة إسكرية جديدة بيطلع على نهار حداد وشوية خطابات فارغة مثل 14 أشباط و13 نيسان لهيد المناسبة بالتحديد بعد فيه معنى سياسة نتذكره عارف النظام كيف يعطل العدالة القضائية من خلال الحصانات والدعاوة والحروب الأهلية وبعده مكفى ولما اطمن انه التحقيق واقف بلش معركته الثانية معركته على ذكرى أربع أب نفس النظام يلي شل القضاء خايف من خيال بناية مدمرة لأنه صمتها البناية بيحكي كل شي تعبنا نقوله نحن ولأنه ذكرى الجريمة بتشهد على حصولها على العدالة يلي بعدنا نطرينا على المجتمع يلي بدنا إياه نظام بيعرف كل هيدا خاصة أنه هو نظام العفو العام والجرائم يلي بقيت بلا عقاب والاختيالات يلي بقيت بلا تحقيق ما بدو إيانا ننسى الجريمة بس بيعرف أنه مع كل جريمة بتمر بلا عقاب ننسى كمان قدرتنا نحاسب قدرتنا نفرق بين الصح والغلط ننسى كيف نتخيل العدالة بدو إيانا نخسر سيقتنا ببعض نخسر قدرتنا حتى نعيش مع بعض هيدا معركة النظام على ذكرى أربعقاب ولهيدا السبب لازم نظل نقدر نتذكر اليوم وبكرة ويلي بعده بتاريخ أربعقاب ما عملت ذكر نهار صار فيه انفجار عملت ذكر نهار كانت الحقيقة فيه واضحة محفورة بالمدينة بتاريخ أربعقاب عم نتذكر حقيقة بسيطة دولتي فعلت هذا حتى لو الزمن حليف النظام رواية البسيطة بتعيش مع الزمن دولتي فعلت هذا حتى لو توقف التحقيق ووقعوا الإهراءات دولتي فعلت هذا حتى لو ربحوا الانتخابات وصاروا وزراء دولتي فعلت هذا بتاريخ أربعقاب ما عم نتذكر نهار صار فيه انفجار عم نتذكر كل شيء قالوه قبل وبعد هيدا نهار وعم ننساه لنتذكر محله حقيقة بسيطة ان دولتي فعلت هذا